هنتفق احنا انا افلى المايكات اه لكل يا ولاد خلاص واللي هيعايز حاجة يرفع الهند تمام احنا اتكلمنا المرة اللي باترت وقلنا ان احنا اخدنا اتكلمنا عن اول درس وهو اه ادوات تحديد المواقع ادوات تحديد المواقع قلنا ادوات تحديد المواقع دي بتنقسم الى ايه? حاجتين. بتنقسم الى ايه? الى حاجتين. ايه هم الحاجتين دول يا رغض? رغض محمد. ادوات تحديد المواقع اللي هي عبارة عن ايه? بتحتلك المايك يا رغض. ايه ادوات تحديد المواقع? عارفة يا رغض? عارفة يا رغض? ايه. طيب ملك محمود? قولي يا ملك ايه هي ادوات تحديد المواقع يا ملك? لقياس الرسم وغارة البسط. لا دي مش ادوات تحديد المواقع يا ملك. احنا قلنا ادوات تحديد المواقع اللي هي ايه? هفتح لك المايك يا جانا. يعني ايه كلمة خريطة? فتحت لك المايك. طيب يعني ايه كلمة خريطة? الخريطة هي رسم توضيحي لسطح الارض او جزء منه باستخدام مجموعة من الرموز والالوان ومقياس رسمه محدد. تاني الخريطة هي رسم توضيحي لسطح الارض او جزء منه باستخدام مجموعة من الرموز والالوان ومقياس رسمه محدد. فاكرين يا ولاد اللي دخل معي قبل كده لما قلنا احنا لو عايزين نرسم مثلا منطقة او نرسم مدينة مش هنقدر اجيب ورقة كبيرة خالص اقدر ارسم عليها المنطقة اللي انا ايه? اللي انا عاوزها فبتدي اصغر الحاجة اللي قدامي دي افضل اصغرها تصغرها تصغرها لحد ما ينفع اعرف ايه? ارسمها وصادي في الورقة صح ولا لأ? بمقاييس محددة. طب انا باستخدم هنا ايه? رموز والوان ومقاييس رسمه محدد. ايه الرموز والالوان دي اللي بتدل على الحاجات اللي موجودة فين? اللي موجودة في الخريطة. خلاص? طيب. عناصر الخريطة عبارة عن ايه? عناصر الخريطة خمسة. مين اللي فاكر عناصر الخريطة? محمد علي. محمد تعرف تقولي عناصر الخريطة? فتحت لك المايك يا محمد. عناصر الخريطة ايه هي? طيب قولي يا مهة. فتحت لك المايك. ايه هي عناصر الخريطة يا مهة? انت فتحتي وقفلتي تاني انا فتحته لك يا عسل. يلا قولي. ايه. مفتاح الخريطة. عنوان الخريطة. نجمع وردة الخريطة. وكمان. مكياس الرس. مكياس الرس. تمام. خطوط طول ودوائم. خطوط طول ودوائم. تمام. خطوط طول. بصوا معايا كده يا مهة في الخريطة. احنا قلنا عناصر الخريطة يا ولاد خمسة. عناصر الخريطة خمسة. اول حاجة في عناصر الخريطة هو ايه? عنوان الخريطة. عنوان الخريطة. تمام؟ طيب عنوان الخريطة ده. لو احنا قلنا عنوان الخريطة. قلنا عنوان الخريطة يا ولاد. مكتوب هنا ايه? انا عندي خريطة حلوة هيت. تمام؟ دي خريطة مين؟ خريطة المدن المصرية. تمام؟ طيب انا عرفت منين ان هي خريطة المدن المصرية؟ من خلال ايه؟ من خلال العنوان بتاع الخريطة. يعني لو ما كورقة دلوقتي ومرسوم فيها الخريطة بتاعتي انا مش هعرف ايه اللي موجود داخل الخريطة الا من خلال ايه؟ عنوان الخريطة. يبقى عنوان الخريطة ده هو اللي هيقولي على الحاجات اللي موجودة هيعرفني الخريطة دي بتاعت ايه؟ تمام كده؟ يبقى دي خريطة ده عنوان الايه؟ عنوان الخريطة. طب تاني حاجة اخدناها. تاني حاجة هو مفتاح الخريطة. بصوا معايا على الشاشة. مفتاح الخريطة. مفتاح الخريطة ده فايدته ايه يا ولا انا دلوقتي وانا في الخريطة بتاعتي بستخدم ايه مجموعة من الرموز والالوان. خلاص? مثلا حطيت هنا ايه? عند الكاهرة اللي هي عاصمة مابش. حطت فيها نقطة حمرة. اذا انا هنيجي في المربع بتاع مكتاح الخريطة وحط النقطة الحمرة واقول عليها ان دي ايه العاصمة بتاعتي. تمام? حطيت مثلا او رسمت خط النيل بخط ازرق. اذا هنيجي هنا اقول ان الخط الازرق ده اسمه نهر النيل. لو انت البحر الاحمر باللون الازرق. لابا هقول ان اللون الازرق ده البحر او يدل على البحار. خلاص? يبقى مفتاح الخريطة بيعمل لي ايه? بيوضح لي الرموز والالوان اللي موجودة على ايه? بيوضح لي الرموز والالوان اللي موجودة على الخريطة. خلاص? يبقى دا تاني حاجة مفتاح الخريطة. ثالث حاجة وردة البصلة. ايه علاقة وردة البصلة? انا لو ما عنديش وردة البصة ديت في الخريطة انا ممكن امسك الورقة غلط صح? لان هي اللي بتحددلي الاتجاهات على الخريطة الشمال فين? والجنوب فين? والشرق فين? والغرب فين? والمرة اللي فاتت احنا شرحناهم بالتفصيل. تمام? طيب انا من خلال وردة البصة هعرف ان شمال مصر هو البحر ايه? البحر المتوسط. لان انا كده مسك الورقة بتاعتي صح? ومسك الخريطة بتاعتي صح? هعرف ان الشرق بتاع مصر ايه? البحر الاحمر. ليه? من خلال ايه? من خلال وردة البصة. يبقى انا عندي وردة البصة دي اللي بتحددلي الاتجاهات على الخريطة. خلاص? طيب. ربع حاجة اللي هي شبكة خطوط الطول ودوائر العرض. وخامل حاجة مقياس الرسم. ودول هناخدهم بالتفصيل. اللي كنا وقفين عندهم المرة اللي فاتت. تفعنا? يبقى تاني. انا عندي عنوان الخريطة. اهميته. اهميته. يشير الى الموضوع الذي تتناوله الخريطة. يشير الى الموضوع الذي تتناوله الخريطة. طيب. مفتاح الخريطة بيوضح مدلول الرموز والالوان اللي موجودة على الخريطة. طيب. وردة البصة بتحدد عندي الاتجاهات الاصلية والايه? والفرعية وبتساعدني على تحديد موقع معين على الخريطة بالنسبة للمواقع الأخرى. يبقى أنا لو سألت قلت بما تفسر أهمية عنوان الخريطة. يلا يا يوسف هفتح لك المايك. بما تفسر أهمية عنوان الخريطة. يوسف يلا كده أقول لي بما تفسر أهمية عنوان الخريطة. عناصر الخريطة. أنا عايزة أهمية عنوان الخريطة يا يوسف. هنقول يشير إلى إيه؟ يشير إلى الموضوع الذي تتناول الخريطة. يشير إلى الموضوع الذي تتناوله الخريطة. تمام شكرا يا يوسف. برافو عليك. مين اللي داخل باسمه آيباد؟ فتحت لك المايك آيباد ده حد داخل باسمه آيباد يا أولاد أنا ميس. اسمك ايه؟ أو اسمك ايه؟ ميرك بس أنا مش عارفة أكتب اسمي عشان مش موجود اللي هو فالد. باسم. طب قوليلي يا نيرا اسمك نيرا؟ آه. ماشي يلا كده قوليلي بما تفسر أهمية مفتاح الخريطة؟ بما تفسر أهمية مفتاح الخريطة؟ بيعرفنا أماكن مفتاح مفتاح نأ مفتاح نحن قولنا مفتاح الخريطة أهميته ايه؟ بيوضح بيوضح غلول أماكن الخريطة مدلول الرموز والألوان الموجودة على الخريطة. قوليها تاني كده يا نيرا؟ يوضح مدلول الرموز والألوان الموجودة على الخريطة تمام براف عليك؟. يبقى احنا كده عرفنا أهمية عنوان الخريطة بيشيرلي الموضوع اللي بتتناولوا الخريطة. أنا بعرف الخريطة تي بتاعت ايه؟ طب مفتاح الخريطة بيوضح لي مدلول الرموز والألوان اللي موجودة على الخريطة بيقول لي كل اللون موجودة على الخريطة أو أي رمز أنا استخدمته الرمز ده بيدل علي خلاص طيب وردة البصلة بقى هنقف عندها شوية فاكرين احنا خدنا وردة البصلة مين اللي يعرف يقول لي احنا وردة البصلة دي بتحدد عندي حاجتين حاجة اسمها اتجاهات أصلية واتجاهات فرعية يعني عايزة عمر تامر يقول لي ايه هي الاتجاهات الأصلية يلا يا عمر نعم الاتجاهات الأصلية ايه هي يا عمر الاتجاهات الأصلية هي شمال شرقي وشمال غرض الاتجاهات الفرعية هي جنوب شرقي وجنوب غرض لا يا عمر انت كده عندك لابس كبير جدا في موضوع وردة البصلة ركز معي كده وقلهم لك تاني احنا مفروض اخدنا واخدنا السنة اللي فايتت تقريبا في اكتشف خلاص الاتجاهات الأصلية طيب يا حبي بركز معي وهقولها لك تاني تمام احنا عندنا الاتجاهات الأصلية ولاد اربع اتجاهات والاتجاهات الفرعية اربع اتجاهات طب ايه هي الاتجاهات الأصلية اللي هي اخيال كده نحنا واقفين وفردين ايدانا كده جنب مننا فقر الدماغ على طول كان فقراتي كده على طول دي اسمه ايه؟ اسمه شمال اللي فوق طب اللي في الجنوب اللي تحت اللي عند رجلي اسمه ايه؟ ده جنوب الشرق اتجاه ايه دي لايه؟ اللي مين؟ والغرب اتجاه ايه دي لايه؟ الشمال تمام؟ يبقى انا دلوقتي الاتجاهات الأصلية شمال جنوب شرق غرب دي الاتجاهات الأصلية طب الاتجاهات الفرعية عبارة عن ايه؟ الاتجاهات الفرعية برضو عبارة عن اربعة حنيجي حنلاقي ما بين الشمال والشرق اتجاه اسمه شمال شرقي طب ليه مثل احنا صميناه كده؟ لان احنا الرجل اللي وقف عند الشمال الشرقي ولا هو طال عند الشمال ولا هو نزل عند الشرق فقلنا اسمه ايه؟ شمال شرقي طيب بالنسبة لما بين الشمال والغرب ولا هو طال عند الشمال ولا هو نزل عند الغرب يبقى سمينها ايه؟ شمال غربي طب بالنسبة اللي وقف ما بين الشرق وما بين الجنوب اسمه جنوب شرقي اللي وقف ما بين الغرب وما بين الجنوب اسمه جنوب غربي اذا انا عندي الاتجاهات الفرعية هي كمان اربعة شمال شرق شمال غرق جنوب شرق جنوب غرب يبقى تاني انا عندي الاتجاهات الاصلية اربعة والاتجاهات الفرعية اربعة خلاص بقدر أحددهم من وردة البصلة الاتجاهات الأصلية شمال جنوب شرق غرب والاتجاهات الفراعية شمال شرق شمال غرب جنوب شرق جنوب غرب خلاص كده؟ يبقى محمد علي تقدر تقولي إيه هي الاتجاهات الأصلية؟ محمد طيب فارس فارس عطى هفتح لك المايك يلا كده أقولي الاتجاهات الأصلية إيه هي؟ شمال جنوب شرق غرب جوف عليك يا فارس طب رؤيا إبراهيم يلا يا رؤيا قوليلي إيه هي الاتجاهات الفراعية يا رؤيا شمال غربي جنوب غربي ماشي شمال 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 غربي شمال غربي شمال شرقي جنوب غربي جنوب شرقي قوليهم ثاني كده يا رؤيا شمال شرقي شمال شمال غربي جنوب وشمال جنوبي ما فيش شمال جنوبي ماينفعش الشمال والجنوب مع بعض ما يحطوش على بعض خالص شمال شرقي شمال غربي جنوب شرقي جنوب غربي واليوم كان التاني كده يا رؤيا شمال شمال شرقي شرقي شمال 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 وغربي جنوب شرقي شمال جنوب شرقي جنوب شرقي جنوب غربي تمامي يا رأي شطورة طيب احنا كده اخدنا خلاص ايه الاتجاهات اللي احنا قلنا عن عرفها منين من وردة البصة طيب احنا قلنا ان وردة البصة دي اهميتها ايه بتوضح لي الاتجاهات الاصلية والايه والفراعي كما انها تساعد في تحديد موقع معين على الخريطة بالنسبة للمواقع الاخرى ازاي مصر يعني انا واقفة دلوقتي مثلا عند البحر المتوسط اذا انا اقدر اقولي ان انا موجودة في شمال مصر ليه انا موجودة فوق في الشمال يبا كده ساعدتني ان انا حدد المكان بتاعي طب افريدي انا تحت في الجنوب هقول انا في جنوب مصر ليه ده انا واقفة مثلا عند اصوان انا في اصوان اذا انا قاعدة في جنوب مصر يبا هي بتعمل لي ايه بتساعدني في تحديد موقع معين على الخريطة بالنسبة للمواقع الاخرى خلاص كده حلوين يبا يلا يا لارا وليلي كده ايه هي اهمية وردة البصة بما تفسر اهمية وردة البصة يا لارا اهمية وردة البصة ايه انا بص مش شايفة السؤال انا بسألك اهمية وردة البصة همممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم على ايه كمان? على تحديد المواقع. ساعد على تحديد موقع معين على الخريطة بالنسبة للمواقع الايه? بالنسبة للمواقع الاخرى. خلاص كده? تمام. طيب يلا بينا كده? شبكة خطوط الطول ودوار العرض يا حلوين. اهميتها ايه شبكة خطوط الطول ودوار العرض? بتحدد موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوار العرض. يعني انا خلال خطوط الطول ودوار العرض اقدر اقول ان مثلا الموقع اللي انا وقفة فيه يقع بين خط طول مثلا ثلاثين وثمسة واربعين وبين دقرتين عرض مثلا عشرين وستين. اذا انا كده ايه? بحدد مكان معين بالنسبة لخطوط الطول ودوائر الايه? ودوائر العرض. فلاص? يبقى تاني شبكة خطوط الطول ودوائر العرض? اهميتها انها بتستخدم في تحديد موقع المكان بالنسبة الى خطوط الطول ودوائر العرض. تحديد موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. فلاص? يبقى احنا كده عرفنا شبكة خطوط الطول ودوائر العرض اهميتها ايه? تمام? يلا يا كندا. قولي لي كده ايه هي اهمية شبكة خطوط الطول ودوائر العرض? كندا حافظ. كندا? انا فتحت لك المايك. قولي كده. ايه هي اهمية خطوط الطول ودوائر العرض? شبكة خطوط الطول ودوائر العرض اهميتها تستخدم في تحديد موقع المكان بالنسبة اذا خطوط الطول ودوائر العرض. بطورة برفع عليك يا كندا. خلاص كده? طيب ايه هو مكاسر راس ما قلنا? هو النسبة بين المسافع الفريطة وموقع بلها على الطبيعة. التعريف ده مهم جدا يا ولاد. خلاص? مكاسر راس. احنا قلنا لما بنيجي نرسم مثلا عايز ارسم مدرسة. انا هقدر حجم المدرسة كله على الورقة بتاعتي اللي انا هرسم عليها. اكيد لآ طبعا. اما اللي بعمل ايه بصغرها. لحد ما يبقى مناسب للورقة اللي انا برسم عليها. انا عايز ارسم مثلا الطريق من هنا الوقا이랑 من المكان اللي انا قاعدة فيه لحد القاهرة مثلا. انا مش قدر ارسم الطريق كله. طب اعمل ايه? افضل صغر 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 لحد ما اقدر ارسمه. وبعد كده بابتدي اقول بقى ان المسافة مثلا في الطبيعة بتساوي المسافة على الخريطة كذا. خلاص? يبقى انا بحسب النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. هقول مثلا ان الصنطي اللي انا رسمته على الخريطة بتاعتي بيساوي 100 كيلو مثلا على الطبيعة. واللي اتنين صنطي بيساوي 200 كيلو. الربعمائة صنطي بيساوي آآ ربعمائة كيلو. خلاص? تمام? يبقى انا كده عرفت المسافة على الخريطة وما يقابلها على ايه? وما يقابلها على الطبيعة. يبقى محمود جمال لو قلت لك ايه هو مكياس الرسمي? هتقول لي ايه? محمود? ما هو مكياس الرسمي يا محمود? فتحت لك المايك. محمود? طيب عمر? عمر السيد? قول لي ايه هو مكياس الرسمي يا عمر? طيب ساندي. قول لي يا ساندي. ساندي انا فتحت لك المايك. محمود? يعني ايه مكياس الرسمي يا ساندي? ايه مكياس الرسمي يقدم ذلك. شوتور يا صاندي برفع ليك. يبا احنا عرفنا كده ان مكاسر رسم هو ايه اولاد المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. طيب الخريطة دي ليها اهمية. يعني ان انان انسي عملت والان الخريطة معناها كذا وعناصر الخريطة كذا. وكل واحدة فيهم ليها اهمية. اهمية الخريطة نفسها ايه? نحن بناستخدم الخريطة في ايه? بالتخدم الكسير من الاشخاص الخرقت. بنستخدمها في ايه في التعرف على الاماكن والمواقع المختلفة عندنا الزائح لما يبقى عايز يروح مكان او يزور مكان اثري لازم بيستخدم الايه الخريطة الفلاح لازم يستخدم الخريطة بيستخدمها في ايه في تحديد ملكية الارض الزراعية بتاعته عشان يبقى عارف حدود الارض بتاعته ما بينه ما بين مين الجيران بتوعه خلاص طيب الجيش بيستخدمها في تحديد المواقع الحربية الجيش بيستخدمها في تحديد المواقع الحربية خلاص طيب الطيار وكبطان السفينة بيستخدم الخريطة في ايه بيحدد المواقع بتاعته مش معقولة كده هيركب الطيارة ويسافر بيها كده من غير ما يحدد المواقع اللي هو عارف ايه اللي هو عايز يروح له صح ولا لا طيب التلميذ ممكن هو كمان يستخدم الخريطة اكيد بيستخدمها في ايه في المذاكرة صح؟ احنا بنستخدم ايه؟ الخريطة في المذاكرة تمام؟ وطبعا لو عايز يروح مكان يقدر يستخدمها في تحديد ايه؟ في تحديد الاماكن خلاص كده؟ يبقى تاني انا عندي السائح بيستخدم الخريطة في الوصول الى الاماكن السياحية والاسراء الفلاح بيستخدمها في تحديد ملكية الارض الزراعية الجيش بيستخدمها في تحديد المواقع الحربية الطيار بيستخدمها في تحديد المواقع والتلميذ بيستخدمها في تحديد الاماكن خلاص؟ طيب يلا كده يا تولين وليلي تولين انا هفتح المايك وليلي كده اهمية الخريطة بالنسبة للسائح مش يا ميس يستخدمها السائح في الوصول الاماكن السياحية والاسراء تمام برافو عليك يا تولين السائح بيستخدمها في الوصول الى الاماكن السياحية والاسراء طيب اهمية الخريطة بالنسبة للفلاح يا لينا لينا احمد لينا فتحتلك المايك هلو يلا يا حب تقولي اهمية الخريطة بالنسبة للفلاح ايه يا لينا في تحديد ملكية الارض الزراعية انا يفترص عليك يبقى احنا عندنا الفلاح بيستخدم الخريطة لتحديد ملكية الارض الزراعية عايزة تقولي يا ملك محمود يلا حب تقولي وليلي ايه هي اهمية الخريطة للجيش او الجيش بيستخدم الخريطة في ايه لتحديد المواقع الحربية لتحديد المواقع الحربية شطورة طيب انا عندي الطيار وكبتان السفينة اهمية الخريطة بالنسبة لهم يا معاز عدنام معاز عندنا الطيار وقبتاني السفينة بيستخدم انخلطها بيستخدمها في تحديد المواقع بيستخدمها في تحديد المواقع خلاص طيب بالنسبة للتلميذ بيستخدمها في ايه يا ضوحة ضوحة تامر التلميذ بيستخدمها عند الخريطة في ايه في المذاكرة وتحديد المكان اللي يريد السفين تماما انا عندي التلميذ بيستخدمها في المذاكرة وتحديد الاماكن التي يرب في الزهاب اليه خلاص كده طيب يلا بينا بقى هناخد دلوقتي الفرق ما بين حاجتين مهمين الفرق ما بين الصورة الجوية والصورة الفضائية خلاص الصورة الجوية والصورة الفضائية الفرق ما بينهم هما الاثنين احنا كنا قاينين في اول المحاضرة بتاعتنا يا ولاد قلنا ان ادوات تحديد المواقع حاجتين الخريطة والصور اخدنا الخريطة بالتفصيل ودلوقتي هناخد الصور الصور عبارة عن صور جوية او صور فضائية ايه الفرق ما بينهم الصور الجوية هي صورة هما التقطها من الجو صورة تم التقطها منين؟ من الجو باستخدام ايه؟ باستخدام الطائرات يعني من الجو يا مصر يعني الصورة اللي انا باخدها وانا واقف كده هي دي الصورة الجوية؟ لا اما الايه؟ اللي هو اللي بيبقى واحد راكب الطيارة ويوم مصور من الطيارة الارض خلاص؟ يبقى اسمها ايه؟ اسمها صورة جوية طب الصورة الجوية دي لها اهمية مثل يعني هي بتبان فيها الارض؟ اه طبعا بتدينا صورة حقاقية لسطح الارض ومعالمها وده بيساعدني في رسم خرائط اقصر دقة وتفصيلا يبقى تاني الصورة الجوية اهميتها ايه؟ بتدينا صورة حقاقية لسطح الارض تعطينا صورة حقاقية لسطح الارض ومعالمها وده بيساعد في رسم خرائط اقصر دقة وتفصيلا بيساعد على ايه؟ رسم خرائط اقصر دقة وتفصيلا تمام؟ طيب أما للصورة الفضائية عبارة عن ايه؟ هي صور تتم انتقتها بواسطة الاقمار الصناعية بواسطة ايه؟ الاقمار الصناعية ولذلك تسمى بالصور الاقمار الصناعية يبقى نخلي بالنا لانها ممكن تجيلي كده وتجيلي كده تجيلي اسمها صور فضائية او يقول لي هي صور الاقمار الصناعية صور الاقمار الصناعية دي هي الصور الايه؟ الصور الفضائية تمام؟ بيتم التقاطها بواسطة الاقمار الصناعية طيب ايه هي اهميتها؟ بتغطي مساحة اكبر ومواقع اكثر من الصور الجوية بتديني مساحة اكبر ومواقع اكثر من الصور الجوية يبقى نخلي بالنا ليه؟ السؤال بتاعها بيجيلي هنا على هيئة قارن قار بين الصور الجوية والصور الفضائية من حيث التعريف والأهمية يبقى حتقوله أن الصور الجوية التعريف بتاعها أن هي صورة تم التقاطها بالإيه من الجو باستخدام الطائرة لكن الصورة الفضائية هي صورة تم التقاطها باستخدام الأقمار الصناعية هنقول أن الصورة الجوية أهميتها بتديني صورة حقوقية لسطح الأرض بتب أكثر دقة وتفصيل من خلائط بتاعتها لكن الصور الفضائية بتديني مساحة أكبر ومواقع أكثر من الصور الجوية طب السؤال ممكن يجيني هنا زي داني ممكن يجي يقولي اختر من بين الأقواس الصور أو الصورة اللي بتساعدني في رسم خريطة أكثر دقة وتفصيلا هي الصورة الجوية ولا الصورة الفضائية طالما قال لي أكثر دقة وتفصيلا يبقى هو عايز يقولي هنا الصورة الجوية طب لو قال لي بتديني مساحة أكبر ومواقع أكثر من الصور الجوية يبا هي صور الفضائية بتدي مساحة أكبر في الصور بتاعتك. فلاص كده؟ تمام؟ يبا تاني. يلا يا عاطف عاطف محمد. تعرف تقولي إيه هو مفهوم الصورة الجوية يا عاطف؟ صورة جوية هي هي صورة يتم التقاطها؟ يتم التقاطها باستخدام الأقصار الصناعية وذلك تسدنى صورة بيتم التقاطها من الجو باستخدام IT باستخدام الأقصار الصناعية لأ برضو يا عاطف ركز معي الصورة الجوية بيتم التقاطها الطائرات طائرات تمام لكن الصورة الفضائية باستخدم فيها ايه يا عاطف؟ هي صورة تتم اقتقاطها باستخدام الاقمار الصناعية الاقمار الصناعية خلاص انت كده عرفت الفرق ما بينهم انا تمام يبقى الصورة الجوية باستخدام الطائرات الصورة الفضائية باستخدام الاقمار الصناعية الصورة الجوية باستخدام الطائرات الصورة الفضائية باستخدام الاقمار الصناعية طيب جانا حمدي لو قلت لك الصورة او الصور اللي بتكون اكثر دقة وتفصيلا هي ايه جنب الاكثر دقة وتفصيلا هي ايه اكثر دقة تفصيلا الأقمال الفضائية لا مش الفضائية الصورة الأكثر دقة وتفصيلا هي الصور هي الصور الجوية تمام ماشي يا جانف طيب رودينة الوصيف لو قلت لك الصور اللي تديني مساحة أكبر ومواقع أكتر هي إيه الصور اللي بتديني مساحة أكبر ومواقع أكثر الصور الجوية اللي بتغطي مساحة أكبر ومواقع أكثر هي صور الفضائية تمام يا رودينة خلاص كده يا ولاد طيب ايه هي أهمية الصور الجوية والصور الفضائية اللي اتنين بيعملوا لي ايه بتساعدني في ان انا بحدد المواقع بتساعدني في ان انا بحدد المواقع خدنا مرنة من كلمة تحديد المواقع اللي احنا قلنا عليها في الاول خالص ادوات تحديد المواقع هي عبارة عن خريطة وصور خريطة وصور خلاص كده طيب يلا بينا كده نحل مع بعض لو انا عندي الخريطة اللي قدامي ديت اسماء محمد تعرف تقولي لي يشير رقم واحد لإيه رقم واحد يا اسماء يشير إلى إيه يشير رقم واحد إيه أيوة اللي موجود في الخريطة اللي قدامك ده اسمه إيه ده جنوب نأ هو عايز اللي مخطط ده اللي مكتوب عليه صفرمية متين تلتمية كيلو متر ها اسم المقياس مقياس سطرة مقياس الرسم خلاص يبقى رقم واحد عندي في الخريطة هنا بيمثل عندي إيه مقياس الرسم طيب رقم اتنين سيهام يلا يا سيهام قولي رقم اتنين يشير لعنوان الخريطة هو بيقول لي سوب ما تحته خط يا ميس انا اسأل يا محمود داخل بس يا محمود طيب يا حبيبي يلا يا حبيبي يقول لي كده رقم اتنين يشير إلى عايز يا محمود رقم اتنين اللي في الصحة والغلط يا ميس اه رقم لا رقم اتنين في السؤال بتاع الخريطة ثوب يشير رقم اتنين إلى عنوان الخريطة انا هعين عنوان الخريطة وحط بدله ايه عنوان الخريطة احط بدله ايه المكتوب في البحار والبحيرات باللون اه مش قل شكال كده تاني عيش قل شكال كده تاني حاضر انا عندي رقم اتنين بيقول لي سوب يشير رقم اتنين إلى عنوان الخريطة خلاص هعين كلمة عنوان الخريطة دي وحط بدلها ايه ادي رقم اتنين عندي البحار والبحيرات باللون الازرق ومحطوطها فيم مربع او مستطيل خلاص ده اسمه مفتاح ايه صح الخريطة اسمه مفتاح الخريطة تمام طيب شبكة رقم تلاتة يلا يا رحمة رحمة وريم رقم تلاتة يا رحمة شبكة ايه? احنا قلنا رقم تلاتة دي شبكة ايه? طيب عمر بسام نعم يلا قولي كده رقم تلاتة هو المفروض رسم لي هنا ايه? يعني دي خطوط ودي دوائر عرض يبقى ايه? ايه? شبكة خطوط الطول ودوائر العرض. طيب رغط قولي يا رغط. تعرفت قولي لي رغط عادل. انا فتحت لك المايك. شبكة الاحداثيات. شبكة الاحداثيات. طيب قولي لي كده يا رغط. حدد العناصر المفقودة في الخريطة المقابل. تعرفت تقولي الخريطة دي رأيسها ايه? حدد العناصر مفقودة في الخريطة. مفتاح الخريطة. مفتاح الخريطة ايه? خمسة. مفتاح الخريطة خمسة. اول عنصر عندي اسم? مكاسر رسم. مكاسر رسمة ايه? انا عندي اول عنصر ايه يا اولاد. عنوان الخريطة. في هنا عنوان للخريطة? بصي كده معي في الخريطة. دي فيه عنوان للخريطة? كتب لي اي عنوان? لا مش موجود. صح? يبقى هنكتب هنا ايه? عنوان الخريطة. طب ايه كمان? عندي هنا ايه? مفتاح الخريطة موجود? مكاسر رسم موجود? شبكة الاحداثيات موجودة? طيب وردة البصلة موجودة? فين وردة البصلة? لا. مش موجودة. ازا العنصر التاني اللي مفقود في الخريطة هو ايه? وردة البصلة. تمام? خريطة. مش يا روز. طيب. اه اللي دخلها باسم سامية بين التين كده. سامية? يلا كده اول سؤال معي في صحة اه صحة وخطأ. يوضح مفتاح الخريطة مدلول الرموز والالوان والاشكال فيها. صحة ام خطأ? فتحتلك المايك. طيب. محمد هفتح لك المايك يا محمد. يوضح مفتاح الخريطة مدلول الرموز والالوان والاشكال اللي موجودة على الخريطة. صحة ام خطأ? شواطر يا احمد. طيب. يلا يا احمد. فتحت لك المايك نستفيد من شبكة خطوط التقول ودوير العرض في تحديد المواقع. صح ام خطأ? صح. صح. شواطر يا احمد. طيب. يلا كده. ملك. يلا يا ملك. يستخدم مقياس الرسل في تحديد موقع الاماكن على الخريطة. ملك. طيب محمد هاني. محمد هاني. فتحت لك المايك. يستخدم مقياس الراسل في تحديد موقع الاماكن على الخريطة يا محمد. اااا. صح ام خطأ? اااا. رقم تلاتة. يستخدم مقياس الرسم. مقياس تلاتة. موقع الاماكن على الخريطة اا. دي صح. لا مستح? احنا قلنا مقياس الرسمي ده بيحدد النسبة بين. من الخريطة? النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. خلاص? النسبة بين مسافة على الخريطة وما يقابلها الطبيعي. ازا الاجابة هنا ايه? الاجابة هنا خطأ. تمام? طيب. يلا يا تقى. رقم اربعة يا تقى. تساعد الصور الفضائية في رسم خرائط اكثر تفصيلا وضقة. يا تقى. فتحت لك المايك. طيب مصطفى? هفتح لك المايك. مصطفى? نعم يا معلم. اتفضل يا حبيبي رقم اربعة تساعد الصور الفضائية في رسم خرائط اكثر تفصيل عن وضقة. احنا قلنا ان الصور الفضائية يا مصطفى هي اللي بتساعدني ان انا ارسم خريطة اكثر تفصيل عن وضقة? غلط. غلط برفع عليك. اما المفروض الصورة الايه? مفروض الصور الجوية. مفروض الصور الجوية. خلاص? طيب مصطفى التاني. فتحت لك المايك. نعم. يلا كده اقول لي رقم خمسة. تغطي الصور الجوية مساحة اكبر من الصور الفضائية? غلط. غلط برفع عليك. طيب ريناد محمد? يلا يا ريناد. اتجاه الجنوب الشرقي من الاتجاهات الفرعية. ده صح ام خطأ يا ريناد? اتجاه الجنوب الشرقي من الاتجاهات الفرعية. صح? صح برفع يمكنك استخدام الخريطة اثناء المذاكرة. ده صح ام خطأ? يمكنك استخدام الخريطة? اثناء المذاكرة. مفروض هنا الاجابة ايه? طيب ياسين يلا ياسين انا فتحت لك المايك قول لي كده. يمكنك استخدام الخريطة اثناء المذاكرة ياسين? صح. صح. رفع عليك. طيب يلا يا داخل باسم سيهام. يلا فتحت لك المايك. نعم يمس. يلا يا حبيبي كده. اتجاه الشمال يقابله اتجاه الغرب? يعني عكس للغرب. الشمال يقابله اتجاه الغرب? اه خطأ. خطأ رفع عليك. احنا قلنا الشمال اللي بيقابله الجنوب. الشرق هو اللي يقابله الايه? يقابله الغرب. خلاص? طيب. يلا يا يوسف اسلام. يلا يا يوسف. تستخدم وردة البصلة في تحديد الاتجاهات. نعم صح. صح برافع عليك يا يوسف. ليه? لان هي بتحددلي اذا كان الاتجاه شرق غرب جنوب شمال. تمام? خلاص كده يا ولاد. احنا كده خلصنا الدرس الاول. تمام? وحلينا عليه. هنبعت لكم تمرين زغير الجزء ده تحلوه. آآ كتثبيت للمعلومة. نشوفكو على خير ان شاء الله اول مرة جاية يا ولاد. في رعاية اللي اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.